من دقة الباب علي الساعة ستة صباحا بعد ما فتح الباب اجي شخص ملسن قتلب نفس المكان اصابه بطلق ناري الى لوكيشن اخر وتحديدا النجف يعني هذه الحادثة لا تخلو من الغرابة يتحدث فيها والد تم قتل ابنة الشاب اللي عمره 27 سنة وتحدث لنا الحقيقة بشي غريب انه من دقة الباب عليهم ساعة ستة صباح نزل هذا الشاب ده يفتح الباب واذا بمجموعة قتله وتوارع عن الانبار والد الضحية يقول انه ما عندهم عداوات او ما عنده عداء شخصي او مشكلة شخصية لذلك الموضوع محير الحقيقة ومعروف كيف تحل مثل هكذا قضايا ومثل هكذا جرائم في مجتمعنا مراسلنا محمد رزاق من النجف مشكور توجه الى هذه العائلة وتحدث مع الوالد والوالدة خلونا نشوف شكرا لك زميلي مازن نحن الان في منزل عم ابو مصطفى وحالة جنائية اخرى شهدتها المحافظة محافظة النجف وتهديدا في مدينة الكوفة هزت الاوساط المحلية بمحافظة النجف راح ضحيتها المغدور مصطفى الشاب مصطفى سنعرف تفاصيل هذه القضية وهذه الحادثة مع والد المغدور ابو مصطفى حتى نتعرف على التفاصيل البقى في حياتكم عم ابو مصطفى وان شاء الله الصبر والسلوان شون اللي صار بهذه القضية عم ابو مصطفى اللي صار ندقت الباب عليه الساعة ستة صباحا بعد ما فتح الباب اجي شخص ملسم قتل بنفس المكان يعني اصابه بطلق ناري بدون عداوة وبدون اي شي يعني واحنا بهالحالة نحمل قائد الشرطة ما النجف هذا العمل ومحافظة النجف اللي ما يسئلون على المواطن ولا على امن احنا قبل المناشدة عم ابو مصطفى يعني بس تفاصيل القضية كان مثلا عنده عداوة وضعها بالمنطقة مطلوب سبب سبب وراء الناحالة ما عندنا اي خلاف احنا ناس معروفين من عشيرة معروفة البعامير وما عندنا اي عداوة علاقتنا بالمحافظة طيبة ولا احد يطلبنا ولا نطلب احد الروح بدربنا ونجي فاختالوا هذا الشاب المسكين صاحب اربع اطفال صغار بدم بارد مجرد دقوا الباب فتح الباب ضربوا ونهزموا ولحد الان احنا صار خمس ايام ما حصلنا لا اي جانا شرطي ولا اي جانا محافظ ولا اي جانا والدعوة جاء تتأخر كل ما جاء لها تتأخر ويوميا ياخذونا المكان استخبارات وشي وكل شغل ماكو كل عمل ماكو زلت تفسيرك للحادثة شنو شنو السبب والله تب ما عر حادثة رابية يعني اعتبرها انفلات امني هذا كحالة خاصة اتوي يعني استهداف مصطفى شنو السبب يعني مثلا ما نعرف والله ما تقصيت ما سألت مثلا زوجته اهله وشته كل شي ما عنده يروح الصبح للدوام ويرجع كل خلاف ماكو لا عائلة ولا شخص ويأي شخص اللي ومحاسب مدرسة محاسب مدرسة اهلية يشتغل وما عنده اي يعني اي شي اي قصور اي عداء شخص ما عنده زلت تفسير الاجهزة الامنية للحادثة تفسير الاجهزة الامنية كل شي ماكو يعني لحد الان بس تحقيق تحقيق ماكو اي شي يعني اي نتيجة تحقيق بارد جدا بارد يعني يعني يحشي تروح للمكافحة يحشي حشايا وياك ويروح لساعة تجي وانا المعاملة راحت للقاضي جيت للقاضي راحت للاستخبارات ردت وكل نتيجة ماكو والوقت جاي يمشي ودم ابنه راح مواليد خمسة وتسعين سبعة عشرين سنة بعد طفل شاب بعد كتله بالمكان ما يعني ما ظل بالمستشفى جريح يعني ماكو تهديدات مثلا بالتلفون مشاجرة مثلا لا عدنا مشاجرة ولا عدنا تهديدات كل شي ماكو ناشد الرئيس أريد أولادي من الحكومة أريد أولادي من شارب كل عراقي من شارب كل عراقي من شارب كل عراقي شريف أولادي الشباب ل Nash جندين شابivia قلولي جندين بخالة مكمل مقدم معلم يمّا يمّا من كل صديق من كل شعب من كل شعب شريف من كل شعب جميل من كل شعب 쓰고 له حقه ليدي ناشد الرئيس وزير الداخلية ناشد كل إنسان عراق شريف ناشد كل إنسان عراق شريف طلعوا لي حقه ليدي البريء الحباب الشريف الخير خليجي كل واحد عراقي يطلع ليهاطون طبون دقون بابا ويكتلوه شن ذنبه يتمون أطفال ليش شن ذنبه يا وزير الداخلية مروتك من شاربك يا وزير الداخلية أبداعة أطفالك أبداعة كل شريف أبداعة كل مواطن أبداعة حيبتك وشخصيتك